شبطر ثلاثة Electronic Structure of Elements المحاضرة التامنة مع الجزء الرابع من الاتomic structure بعد ما تعلمنا ان فيه اربع ارقام كوانتم بتحدد موقع واتجاه الالكترون في كل زرة وتعلمنا ان احنا بنملأ المدارات الاقل في الطاقة قبل المدارات الاعلى في الطاقة تعال ناخد شوية امثلة على ازاي نكتب Electronic Configuration بتاع اي زرة Right Electronic Configuration for اكتب التركيب الالكتروني لزرة الفلور اللي فيها 9 الالكترونات زرة الكلور اللي فيها 17 الالكترون وزرة البروم اللي فيها 35 الالكترون طيب الفلور فيه 9 الالكترونات يعني ايه بتساوي 9 بنقول الاقل في الطاقة يتميدي الاول 1S وبياخد 2 الالكترون وبعدين نملة 2S اللي بياخد 2 الالكترون وبعدين نملة 2B اللي اقصى ساعة لست الالكترونات ولكن انا ما عنديش هنا غير خمسة يبقى 2B5 طيب زرة الكلور فيها 17 الالكترون نبتدي نملة المدار الاول الاقل في الطاقة 1S2 2S2 2B6 3S2 3B هو بيشيل 6 ولكن انا لما اجمع اللي فاد ده كله مايفضلش من 17 غير 5 يبقى المدار الاخير اللي هو 3B ما فيهوش غير 5 طيب البروم 35 1S2 2S2 2B6 وبعدين ندخل في مدار اعلى 3S2 3B6 ندخل في مدار اعلى 4S2 التلاتة دي عشرة والتلاتة بي اللي هو بيشيل 6 الالكترونات ولكن انا مش فاضل من 35 غير خمسة يبقى 4B5 عندي امثلة تانية لايونات احنا تعلمنا نوزع الالكترونيك كونفيجوريشن جوه الاتوم المتعدلة طب لو عندي ايون بيقولي رايت زي الالكترونيك كونفيجوريشن ليه الـF مينس والسوديوم الـNA بوزوتيف وللأكسوجين اتنين مينس مينس دي يعني الاتوم عندها الالكترون زيادة F فيها 9 الالكترونات وعندها اشارة سالبة يعني عندها الالكترون زيادة اذا F فيها 10 الالكترونات يعني توزيعها يبقى 1S2 2S2 2B6 طيب السوديوم عليه اشارة موجبة يعني زرة السوديوم دي فقدة الالكترون هي فيها 11 خرج منها الالكترون بقى فيها 10 التوزيع بتاع العشرة 1S2 2S2 2B6 طيب زرة الاكسوجين اللي عندها اتنين مينس يعني عندها اتنين الالكترون زيادة انا عارف ان الاكسوجين بـ8 زائد اتنين يبقى 10 1S2 2S2 2B6 ملاحظين حاجة احنا عندنا 3 زرات مختلفة كل زرة في حالة تأين مختلفة عن الاخرى ولكن كلهم ليهم نفس التركيب الالكتروني كلهم ليهم electronic configuration واحد كلهم عندهم 10 الالكترونات الحالة دي لها اسم اسمها ISO Electronic Ions وهي الـ Atoms or Ions having the same electronic configuration هي الزرات او الايونات اللي عندها نفس التركيب الالكتروني اللي عندها same number of electrons زي المثال بتاع الفلور اللي مكتسب الالكترون الصوديوم اللي فاقد الالكترون والاكسوجين اللي مكتسب اتنين الالكترون كل دول كده بنسميهم ISO Electronic Ions